شارك سياسيون أمريكيون ومرشحون لسباق الرئاسة الأمريكية في مظاهرة حاشدة احتجاجا على الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الدولية الست مع إيران وشارك في المظاهرة التي تجمعت أمام مبنى الكونغرس في واشنطن عدد من الشخصيات الأمريكية من بينهم مرشحة الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب والسناتر توم كروس المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس سارة بيلين مرشحة